ترأس النائب الأول لمحافظة صلاح الدين اسماعيل اخضير الهلوب الاجتماع التمهيدي لبحث الاستعدادات للمحافظة للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة في الكويت منتصف الشهر المقبل ونقش الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الاستثمار عمار جبر وعدد من مدير دوائر الدولة في المحافظة الأمور التي تحتاج إليها محافظة صلاح الدين من مشاريع وخدمات واستثمار لغرض تقديمها في مؤتمر الكويت للمانحين وجذب المستثمرين بدوره طالب النائب الأول للمحافظ دوائر الدولة بتقديم ما لديها من خطط لوضع مرتسم شامل لما تحتاج إليه المحافظة من مشاريع خدمية وصحية وزراعية وغيرها فضلا عن خطط المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تطوير الجانب الخدمي والاقتصادي في المحافظة